اشتركوا في القناة اشارت معاليها ان خطوة استضافة اكبر تجمع برلماني عالمي تهيأت في ظل ما تشهده مبنكة البحرين من بنية مؤسسية متطورة ونهضة ديمقراطية يشار اليها بالاشادة والتقدير وتجربة نيابية صاعدة تحققت بفضل الدعم اللامحدود من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا واشارت معاليها الى ان النهوضة بالتعاون البرلماني الدولي وتوسعة اطر التكامل بين المؤسسات التشريعية يمثل اولوية للمجلس الوطني في مملكة البحرين سعيا لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب مؤكدة ان ذلك يستدعي تضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية للوصول الى الاهداف الموحدة منوهة بتجربة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين بدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه اعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن اعجابه واشهاداته بما وجده من اثر واضح وملموس ومنجزات كبيرة نظير ما تعيشه مملكة البحرين من تقدم متنامي مؤكدا ان ذلك جعل مملكة البحرين نموذجا لمجتمع التعايش والسلام والديمقراطية